أخفقت الأمم المتحدة في جامع الأموال التي تحتاجها لعملية نقل أكثر من مليون برميل من النفط من خزان صافر المتهالك قبالة الحديدة وقالت الخارجية البريطانية في بيان أنها تمكنت من جمع قرابة 8 ملايين دولار في المؤتمر الذي صدفته مع هولندا عبر الاتصال المرئي الخميس لتغطية فجوة تمويل خطة الأمم المتحدة لتفادي كارثة ناقلة النفط صافر وأضف البيان أن وزير شؤون تنمية أندرو ميتشيل أعلن في المؤتمر مساهمة المملكة المتحدة بمبلغ إضافي قدره 2.5 مليون جني السرليني